شكراً لوسيان أعتقد هذه بمناسبة عيد الأم مكتوب أمي إلى أمي لأمي لمنى ملوها المهم أعتقد العيد الأم جيداً لوسيان الفلوغ اليوم مقسوم لقسمين أول قسم لكل الأعمار شوما كان عمرك من عمر الإنقغال عمره المبوة فيكو تتحضرو وهو هذا قضيت يوم كامل بالمخفر وكان رائع يا فايزال السلام عليكم فاضي؟ خليني أخبركم القصة شو صار معي بإدارة تحريات بالنسبة للهجمات الإلكترونية اللي كانت عم تصير عليا بالأسبوعين الماضيات شوية تقبية رصيد منشان الواحد يقدر يعبر عن شعورك بيعربي الحمد لله لو سمحتوا نكشات سنان نحكي مع الكاميرا ما بدنا بقدوني سكون كل مكان اسكوزمي هو بيني وبينكم عجوع كل شي طيب الله الله حتطلي سعب تنخل هلا حاجي سيدات سادة نرقدنا في فيصل الله عليكم كيف فالك؟ تعال كول تعشى والله ايوه خلصت؟ ايه يلا كنت بدي خبرهم أنا كنت بالشرطة لا لا خبر شرطة أنا كنت بالشرطة وده اللجند موارديني يليم الله عليكم كيف فالك؟ اليوم زواج ان شاء الله من الزواج انت في زواج؟ لا لا أنا ما في زواج بس في تنين خرمة يا أزعال أحسن حلاء لحية بالشرق الأوسط أما الآن فهذا هو تحذير لكل الأشخاص اللي تحت عمر 14 18 واحد لكل الأعمار اللي مفروض تكون من السن القانوني لأنك تكون مسؤول عن تصرفاتك وسلوكياتك لأنه بدي أخذ راحتي وبعبر عن شعوري لأنه أنا كنت بمخفر الشرطة قبل شوية نبهتك آخر ورننج جاهزين؟ لنفعل هذا أكيد أنتم بالسن القانوني أول شي بدي أتشكر إدارة التحريات والبحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبو طبيع على تعاونون اللي عن جد أكثر من رائع إدارة الجرائم الإلكترونية من الشباب الأخ سالم والدكتور بو شاب والنقبي وبو حارب يعطيكم ألف عافية عن جد تعاونكم أكثر من رائع واستجابتكم للصار معي والأروع من هيك يعني أنتم عن جد مفخرة لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي صار يا جماعة كالتالي سلي أسبوعين عم متعرض لي هجمات إلكترونية من ناس ما إلها أدنى علاقة بالترباية الأدب الأخلاق الدين النموس الرجولة الكرامة النخوة الاشرف ولا شيء ولا شيء صفر مكعب بكل الأقسام اللي سبق ذكرها وأكثر من هيك بكتير يعني تبع هيك ترباية من الألف إلى الياء الشباب بقسم الشرطة طلعوا هيك ولما درسوا بروفايلات العالم اللي عم تتهجم عليه إلكترونيا من مواقع سناب شات و بيريسكوب و تويتر قالوا لي هدول الناس ما وراهم شغل يعني جد يعني ما في حياة لما واحد بيتهجم عليك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسبعة وثمعة وعشرة من عشر حسابات مختلفة خلال ساعة زمن واحدة هذا يدل على شيء دول على مرض نفسي فقط لا غير هدول الأشخاص لم ولن يتوقفوا و بالعكس رح يزيدوا بسبب تخفي الناس ورا الموبايل فونز بفكروا حالهم فوق القانون و بفكروا حالهم بما انه اخترعوا يوزر نيم مثل اليوزر نيم تبعي وبغيروا في حرف و حرفين فهذا يدل على ذكاء منهم وانه أقوى من القانون و رح يقدروا يضحكوا على سناب شات و يضحكوا على العالم طيب عزيزي و عزيزتي الغبي أو الغبية اللي عم تشتغلوا هيك شغل اذا عملت يوزر نيم اسمه كوكو مومو في في تو تو هذا ليش الائدنتيتي تبعك الائدنتيتي تبعك مربوطة برقم متسلسل موجود على الجهاز اللي حضرتك مستخدمه واللي عم بيسجل بالشبكة الرسمية بالدولة اللي حضرتك موجود فيها وينما كنتم معنا الحكي اذا كوكو مومو سجل بها التليفون وشبك على اتصالات او على دو معناتها كوكو مومو بيشبك على الرقم المتسلسل الهاتف اللي هو 1-2-3 والرقم المتسلسل 1-2-3 بيشبك على اتصالات او دو بيقولك انا رقم موبايلي 1-2-3 او رقم متسلسل 1-2-3 وانا حاليا فيني الشريحة رقم 050 او 052 او وت З South وحتى وان كنت سرق الرقم وحتى وان الرقم مش مسجل باسمك وحتى لو كنت 700 بكل بساطة فيه السلك الشرطي في البلد اللي حضرتك فيه يتعقبك يا حبقري إلا إذا انت ملكت شركة الاتصالات الخاصة فيك هذا واحد ما علينا المهم من العشرين اسم اللي قدمت لني على الشرطة بدأ والتحريات يعطيكم ألف عفية عن جد يعني نشرح صدري بس عرفت الخدمات الجبارة اللي تقدمها شرطة أبوضبي أي شخص بيتعرض لأي نوع من الابتزاز الإلكتروني في دولة الإمارات أنتوا في دار الأمان نقطة انتهى غير قابل للنقاش بتروحوا على أقرب مخفر شرطة وبتعملوا سكرينشوت قبل ما تروحوا بجهزوا شوية وراء اللي هنا بتعملوا سكرينشوت من التهديدات والقذف الإلكترونية اللي عم تجيكم وبكل بساطة وبمطلق السرية وبمطلق الاحترافية السلك الشرطي والسلك الرسمي والسلك الحكومي المعني في هذا الشيء سيتعامل مع قضيتك بمنتهى الاحترافية ومنتهى الخصوصية بس بدك تطول بالك شوية لأنه الشباب يعطيهم ألف عفية عندهم ضغط تسم روح وتأكد إنه حقك رح يصير وما تتجاوب وتتفاعل مع عالم بحاولوا يبتزوك إلكترونية كنا حكينا قبل بمرة عن موضوع الابتزاز الإلكتروني وعادت عملت شتشات مع الشباب شوية بإدارة التحريات واكتشفت للأسف إنه واحدة من أكثر القضايا انتشارا في عالم الابتزاز الإلكتروني هي قضايا سكايب عزيزي الذكر بويه أبو سروال وفانيلا يا طال عمرك يا حبيبي يا الشيبة احترم نفسك ولك احترم شنباتك بطل تعمل لحالك الججل اللي عا تزبط بنات أونلاين لأنه أنت عم منقص على أهل أهلك ترجمة يا الشاب الرومانسي يلي أكل غزل بنات وناسي حبيبي أي بنت بتضيفك على سكايب أو أي بنت بتضيفك على أي موقع وقال رجاء حبيبي تواصل معي من خلال سكايبي أبا أشوفك بموت عليك متولها فيك يا الخلق مش هيك اسمع ما تعد وتمشطني شعرتك عجلة تنزل على سكايب وتبلش تتصرف تصرفات أنا عملت وورننج ها عملت وورننج أنه هذا القسم للأشخاص اللي من السن القانوني اللي مفروض ما عندهم مشكلة يسمعها الحكي وورننج أوكي تعد وتتفسخ قدام الكاميرا وتعد وتتصرف حركات صبيانية وأنت عمرك فوق الثلاثين فوق الاربعين فوق الخمسين فوق الستين ومتزوج وعندك ولاد ومرة واثنين وثلاثة وبمناصب حساسة ومدير الشركة وشركات وما بعرف شو أو حتى بتكون ريسبشنست وبالأخير يا فطحي فضحا يا ويلي ويلا مسكوني زخوني صوروني سجلوني لا أنا حبيبتي غير اسمعي هي فضاحتنا مش هيك هذه السلوكيات سلوكيات خاصة إذا حدثت فهذه حياتك الخاصة خليها خلف البيبان المغلقة إذا على كاميرا عم تتصرف سلوكيات مثل هيك انت بتعرف مين الارد اللي قاعد ورا هذي الكاميرا يا سيدي بلاش انت بتعرف بينك وبين الكاميرا كم في حدا عامل كليبنج وعم يشفط هذا الخط انت صاحي انت بكامل قواك العقلية يا جماعة الخير أي حدا بتواصل معكن وبطلب منكم طلبات غريبة لو طفل مراهق قلنا ما عليه رجال كبير ولك شو صار بخبرة الحياة شو صار بالحكمة شو صار بالرجول وين راحت كل الحكي معقولة مرتك مصت خير عمرك والقهر وما قادر تنفس فيه غرعة بكاميرا سكايب انت صاحي يعني انا يحزنني انه صرنا بالالفين وسبعة عشر والجريمة الالكترونية الاولى لغاية الان هي الابتزاز الالكتروني من عن طريق سكايب وبيجوا بيقصوا عليك وبيشلحوك والله عن جد حسان معقولة في هيك استاتيستيكلي سبيكين ياس احظائيا فيا جماعة الخير الانترنت حتى ولو كانت غرفة الدردشة بينك وبين هذا الشخص خاصة فهي ليست خاصة المكان الوحيد غرفة خاصة هي الغرفة التي انت تملك مفتاحها ببيتكم طال عمرك ايشي على الانترنت اسمها غرفة دردشة خاصة انسى اي سلوكيات بدك تسلكها على الانترنت هي سلوكيات عامة مهما لو بدت خاصة اذا ما هما عندك القدرة انه تتصرف على الخاص والعام نفس الشيف فتصرف كما يحلو لك غير هيكي احترم حالك غير هيكي ممكن يستغلوه غير هيكي بدك تتحقق من هوية الانسان الغريب اللي عم بيحكي معك ولك يا سيدي على الانترنت فيه علاقات بتضله شهر واثنين ولك وسنة وسنتين وبالاخير بيطلعوا شركة نصب واحتيال وعصابات وناس عم تقى تسحب منك معلومات وبدت تبتزك شغل هذا نوجد لسبب الفراغ اللي عايشينه نحنا وعم نفرغوا بزيادة بفضاء الكتروني عم بيوديكم بستمائة الف حيط انا اليوم جدا معصب قضيت احلى ست ساعات سبع ساعات بادارة التحريات بمخفر شرطة شفت عالم مكلبش الريمين يسار فوق تحت عالم اغبية مش عارفانين ان القانون بيطالهم بكل بساطة الشخص اللي عم بيحاول يتهجم علي ويبتزي الكترونيا انت لح يلتعن ابو خيرك انت رح تفوت بستمائة الف حيط انت مانك عارفان اللي مصيب اللي حاطت حالك فيها ومفكر حالك فوق القانون والله رح يجيبوك من شواربك وين ما كنت تكون ذكر ام امثة يا عمي يا جماعة ما في تكنولوجيا لا يمكن تعقبها صباح الخير وين ما كنتوا تكونوا اصحوا بقى فكروا تصرفوا كما يجد ازهقنا اعتدر اخدني الحماس شوية زيادة عن لزوم لكن الموضوع يعنيني من عدة جوانب وانا بيهتم بهيك موضوع التكنولوجيا والقصوصية والحماية ومع ذلك بغلط غلطات الالكترونية ممكن ناس تستخدمها كمان في ناس من اهلي ممكن يغلطوا غلطات الالكترونية ما علينا ولا يسعنا الا نشر التوعية والتعلم من اخطائنا ومحاولة تدارك واستدراك سلوكياتنا الانترنتية ونحن ما عم نحاول نخوف العالم من استخدام الانترنت ابدا استخدموا الانترنت بالعقل بحارب من قسم التحقيق قال لي الغباء الوحيد اللي العالم عم بيرتكبوه انه عم بيشاركوا الكرة الارضية بخصوصيات خصوصيات خصوصيات ام دين ام حياتهم يا عمي يعني شو تركتوا شي خاص جد هاي سنابرز هذا فطوري هاي سنابرز هذا وردي هاي سنابرز هذا حمامي شاركوا شي إلو فائدة يا سيدي بيش إلو فائدة نص إلو فائدة نص نص ربع إلو فائدة يعني ناهيك على العالم اللي عم تتفرج عليك ما بتعرف انه مين وما بتعرف شو رح يستخدموا هدول الصور اللي انت بظاهرها بتفكرهم بريئة ولكن انا حطولي صوري بدلة بمواقع المفروض ما تنذكر اختلال بالمخ تربائي مافي دين مافي حدود مافي غباء فكر قبل ما تشارك أي شي استخدم هذا قبل ما ترد على أي كلب ضال على الانترنت عم بيعوي وعم بينبح مش كل شخص بعتلك السمايلي فيس هو إنسان نقي هو إنسان كويس هو إنسان بس في كتير حيوانات بشرية مفترسة متخباية ورا السمايليز وهذا الشي بيأثر على الشاب وعلى الفتاة المراهق والختيار الغير ناضج وحتى للأسف الناس اللي مفكرة حاله ناضجة تمعن وتحرى أي شي بتعمله على الانترنت يعني إذا حدا فتلك بحساب متل هيك هو حساب مش متل هيك تفاصيل بسيطة بتفرق هذا عن هذا فقبل ما تهاجم اقرأ شغل هذا فتحها دول بالإيميل بالشاتين بالإنستغرام بالسناب بكل مكان قبل ما تظلم حالك وتظلم الناس بدك تشغل أسبوع آخر وبكرة أحدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر